السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو الثاني من سلسلة برامج مفيدة كنت بدأت السلسلة ديت ببرنامج خرائط جوجل ويمكن ناس كتير شجعت الفكرة دي وحبت انها تشوف مجموعة اخرى من البرامج المفيدة اللي ممكن انها تستخدمها وتعود عليها بالنفع النهاردة مش هتكلم عن برنامج واحد وانما شفت ان التلب برامج تقريبا مرتبطين ببعض فالنهاردة هتكلم على تلب برامج مهمة جدا 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 لو انت حابب ان انت تنقل الصور القديمة بتاعتك على الموبايل بتاعك وفي نفس الوقت تحسن الجودة بتاعتهم وتلونهم فالنهاردة كلامي على تلب برامج فوتو سكان من جوجل وري ميني علشان تعديل الصور وكالورايز علشان تلون الصور القديمة بتاعتك نبزة سريعة كده عن التلب برامج اولا برنامج فوتو سكان هو بديل للسكانر يعني لو انت ما عندكش في البيت بتاعك سكانر تقدر ان انت تستخدم الكاميرا بتاعت الموبايل بتاعتك علشان تعمل سكان للصور القديمة بتاعتك اللي هي الصور المطبوعة وتقدر بعد كده تنقلها على التليفون بتاعك تحتفظ به او ترفعها على اي خدمة من الخدمات السحابية او تحطها حتى على هارض منفصل تحتفظ بيها للذكرى بعيدا عن الصور الوراقية اللي ممكن ان هي تبهدل مع الوقت اما برنامج ريميني فهو بيعمل على تعديل الصور بشكل خرافي بحيث ان هو الصور القديمة بتاعتك كلها بتتحول يبقى شكلها كأنها جودتها عالية ومطبوعة في الوقت الحالي اما البرنامج التالت اللي هو Colorize وده خاص بالتلوين الحقيقة ده الجودة بتاعته مش منسبة 100% وانما هو على الاقل بيحول الصورة الابيض والسود القديمة لصورة ملونة حديثة تعالوا نبدأ نتكلم على تفاصيل كل برنامج اول برنامج هو Photoscal البرنامج ده بمجرب ما هتشغله هو هيبدأ ان هو يعلمك ازاي تعمل سكان للصورة محتاج بس ان انت تبقى حاطة الصورة فيه اضاءة كويسة وبعد كده تفتح البرنامج وتاخد اربع لقطات للصورة نفسها من اربع زوايا هو بيكون محددها لك وبعد ما تاخد الاربع لقطات دول بيدمج الصور كلها علشان في الاخر يبقوا صورة واحدة فقط والصورة بتطلع بجودة حلوة جدا والحقيقة دي تجربة لصورة انا عملتها يعني زي ما انتو شايفين لازم تحط الصورة في مكان يكون الاضاءة بتاعته كويسة وبعد كده تمسك التليفون تشغل البرنامج وتبدأ ان انت تصور الصورة على حسب الدواير اللي هو حاطتها علشان تاخد التفاصيل بتاعت الصورة كلها وفي الاخر هي دي النتيجة احيانا ممكن طبعا ان هو يغلط في الابعاد بتاعته فانت بس هتبقى محتاج انك تعدل حاجات بسيطة قوي انك تقص الصورة على الشكل المناسب اللي انت عايزه بعد كده بتحتفظ بيها على التليفون بتاعك ويبقى هنا اتمينا المرحلة الاولى وظيفة البرنامج ده هي بس ان انت تعمل سكان للصور بتاعتك لو اتعملت بجودة كويسة خلاص انت مش محتاج للبرنامجين التانين لو كانت صور ملونة واتاخدت بجودة كويسة خلاص مش محتاج البرنامجين التانين ولكن لو انت عندك صور ابيض وسود او قديمة شوية وعملتها او لو عملت صور حتى ملونة والجودة بتاعتها ما كانتش كويسة فهنا ننتقل للبرنامج التاني وهو برنامج ريم ميني البرنامج التاني وظيفته انه هو يحسن الصورة بتاعتك عن طريق الزكاء الاصطناعي يعني ايه؟ يعني على حسب الجودة بتاعة الصورة بتاعتك بتاخد صورة مطابقة لشكلك بالزبط لو الصورة بتاعتك ملامحك فيها واضحة هتفضل ملامحك هي اللي واضحة في الصورة وحيتم تحسينها بشكل كبير جدا إنما لو الصورة اللي انت حطتها ملامحك ضايعة تماما وهو مش قادر يقراها نهائي فحيبدأ إن هو يعمل معالجة وياخد من مئات الآلاف من الصور اللي عنده أقرب شكل لتفاصيل الملامح بتاعتك ويعملها وطبيعي دي ما بتبقاش حل وصراحة لأن بتلاقي أنت الصورة هي مش صورتك والملامح اللي موجودة على الأشخاص اللي في الصورة ما بيبقوش هم يعني الناس اللي انت عارفوا فكل ما كانت الصورة واضحة أو الملامح على الأقل واضحة كل ما هتلاقي النتيجة مبهرة البرنامج للأسف باشتراك ولازم يكون مدفوع ولكنت فقط إن انت تاخد ثلاث صور تعملهم بشكل مجاني فعشان كده يمكن أنا مش هقدر إن أنا أجرب معاكم البرنامج لأن أنا استنفست خلاص الثلاث صور بتوعي وإنما دي نمازج للصور اللي أنا عملتها قبل وبعد يعني كل الصور اللي حعرضها قدامكو دلوقتي دي صور أخدتها قبل وبعد كده تم التعديل عليها علشان تبقى بالشكل اللي انتو شايفينه قدامكو دا فالحقيقة هو برنامج ممتاز جدا الصور اللي بيطلعها نتيجتها مبهرة وحقيقي بتحيي صورك القديمة وهنا لو خدت انت صور أبيض وسود وحسنتها بقى بالبرنامج دا فننتقل للبرنامج التالت والأخير وهو برنامج التلوين برنامج التلوين نفس الكلام انت لك عشر صور فقط مجانية علشان تعدل عليها بعد كده المفترض ان انت بتشتري البرنامج فانا استخدمت منهم تمانية ولونت بيهم مجموعة من الصور ولكن النتيجة ما عجبتنيش بنسبة 100% يعني هو طبعا الالوان اللي بيعملها بيحاول ان هو يزبطها بقدر المستطاع ولكن في الثلاث صور اللي انا استخدمتهم في صورة منها طلعت كويسة الصورتين التانيين تحس ان هي مجموعة من الالوان البهتة الملطاشة يعني بس هي كانت مجرد انها توريك الصورة ملونة لكن كتناسق في الالوان والشكل للأسف ده بيعود على مدى جودة الصورة برضو اللي متصورة هو اكيد هيكون تجربة ممكن تنفع مع صور كتير وتخلي شكلها حلو وممكن ما تنفعش مع صور كتير برضو وتخلي شكلها ما يبقاش كويس دول طلب برامج الروابط بتاعتهم اكيد هكون موجودة في صندوق الوصف جربوهم وبرضو ما تنسوش زي ما بطلب منكم كل مرة اكتبولي في التعليقات عن برامج مفيدة ممكن تكون انتم بتستخدموها وتفدوني بيها وجربها ولو لقيتها برامج مفيدة هرجعلكوا عليها بفيديوهات تانية بإذن الله في سلسلة برامج مفيدة بشكركم واشوفكم في فيديوهات تانية في امان الله اشتركوا في القناة